أشكراك أخي مقدم مصطفى على تاحة الفرصة لعرض كلمة ورسالة مدينة خدمات طبية لهذا الأسبوع حقيقة تضمن هذا الأسبوع العديد من النشاطات في مدينة خدمات طبية فيما يخص مواجهة مجابهة الفيروس وكذلك في مسألة العرض على الإجانة الطبية وأيضا في مسألة منح الإجازات المرضية للمصابين والمرضى في مستوصف الشهيد على سبيل حقيقة أخي مقدم مصطفى هناك جهود حديثة من قبل مفارزنا الطبية المتشرة في مقر المديرية وكذلك في مقر الوزارة ومستوصف الأكاديمية وقيادة شرطة بغداد وكذلك في مستوصف وقسم الأمور الطبية في مديرية حماية المشاركة والشخصيات في بغداد وكذلك في مديرية شؤون الأشوال والجرحة والتي حقيقة تقوم بإجراء المسحات الطبية البي سي آر لكشف المبكر عن فيروس كورونا وعن المصابين فيروس كورونا في ظل تزاخم الأعداد في ظل تزاخم الأعداد الخاصة بالمراجعين على هذه المديريات وكذلك أيضا في ظل مواجهة الموجة الرابعة من انتشار هذا الفيروس هذه المفارز حقيقة تؤدي أدوار بطولية لا تخاف من الفيروس يقومون بإجراء المسحات وهم بإمرة الأخ النقيب أواب زهيري فحقيقة نحن هذا الأسبوع تحياتنا للنقيب أواب البطل السيدي تحياتنا له الرجل حقيقة في نفس الوقت يعمل في مكتب متابعة الجرحة والمرضى في مدينة الطب وحقيقة بصدد أيضا تصوير تقرير عن هذا الموضوع هناك جهود حديثة من قبل الأخوة ضباط الطبابة في مدينة خدمات الطبية فتمكننا خلال هذا الأسبوع من تصوير تقرير فيما يخص هذا الموضوعهم فإن شاء الله الأخوة في قادر الإخراج يعرضون التقرير حتى يكون المواطن والمنتسب والأخوة في الوزارة على طلاع فيما يخص عملهم جهود مباركة من قبل مدرية الخدمات الطبية والأخ العزيز المراسل كريم ستار كانت هناك جولة من قبله مع الأخوان أبطال مدرية الخدمات الطبية ومفارز الخدمات الطبية في مقر المديرية وأيضا مفاصل الوزارة من أجل التلقيح وأيضا عمل حملة وعوية بهذا الأرض نتقل إياكم مشاهدين الكرام إلى هذا التقرير في إلى هناك يعمل مساعد مختبر طبي يحضر مؤداته على أكمل وجه ويدون أسماء المراجعين استعدادا لإجراء مسحات طبية لمنتسب وزارة الداخلية للتأكد من خلوه من فيروس كورونا ضمن بادرة أطلقتها الوزارة ضمت عدد من المفارز الطبية المنتشرة في كافة مديرياتها يجونا هنا المنتسبين عندهم رسالات دارة الخدمات الطبية تم العملية يجونا بكتاب رسمي أرسالهم أرسال مسحة نسلم كتبهم هنا ندون ثاميهم هنا عندنا بالسجلات نجري لهم المسحة ونطيهم موعد ثاني يوم تطلع جواب المسحة النتيجة ما كانت سالبة أو موجبة كتب رسميا نجاوب دوائرهم بيها بأمر من سيد وزير الداخلية المحترم ومتابعة شخصية من قبل سيد وكيل الأقدم من وزارة الداخلية المحترم وبإشراف مباشر من قبل مدير خدمات طبية المحترم هرعت المديرية إلى توفير الخدمات الطبية بكافة نوعها من ضمنها الفحص أو الكشف المبكر عن فيروس كورونا فقلنا ككادر مدير خدمات طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال توفير المسحات الكشف مديرية الخدمات الطبية في الوزارة بملاكاتها المختلفة تعمل جاهدة من أجل تهميش أسنان الوباء محذرة من ارتفاع أعداد إصابات كورونا ومدى خطورتها في حال الاستيانة بها بحسب المعنيين المنتزبون في الوزارة كان لهم إقبالا واسعا عن الفرق الطبية لإجراء الفقوصات اللازمة حفاظا على رواحهم من الفيروس مشددين على الإجراءات الوقائية في رسالة مفادها الوقاية خيرون من العلاج وتصعى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال هذه المفارز الطبية وما تقدمه للمنتسبين أن تحدى من فيروس كورونا لا سيما موجتها الرابعة بإجراء مسحات طبية وبشكل يومي منذ بدء الجائحة ولغاية الآن يكينات وطن كريم سطا بغداد شكرا لأبطال الجيش الأبيض وأبطال مدرية الخدمات الطبية تحياتنا لهم ولكل الموجودين بالتقرير سيدة وجه تحية أنا أعتذر لأن أسماهم معرفة سيدة أشكرا لك أخير مقدم صباحاك هذه التحية تحية لهذه الأبطال لهذه الجهود المباركة فيما يخص مجابهة الفيروس تحية إلى المقدم مقدام في مستوصف الأكاديمية وكذلك المقدم طبابة فراس في قسم المؤمنة الطبية في مدينة حماية المنشات والشخصيات وكذلك النقيب طبابة أواب العامل في مدينة خدمات الطبية وكذلك اللازم أول طبابة محمود مسؤول مفرزة جراء المسحات في مدينة خدمات الطبية ولا ننسى أيضا جهود دكتور حسفال حردوي في متابعتهم بشخصين وأيضا توجيهات سيد الوكيل الأقدم وأيضا متابعة معالي سيد الوزير حقيقة أنهم على متابعة مستمرة فيما يخص العداد المصابين وعداد الشفاء وحصائية يومية ترفع إلى معالي سيد الوزير عن طريق سيد الوكيل عن طريق مدريتنا فيما يخص الإصابات فإن شاء الله اللي حين انقضاء هذه الفترة وانتهاء هذه الفترة من الموجة الرابعة من الفيروس نتمنى لكم كل السلامة والصحر شكرا جزيلا سيدي ولهذا التقرير اللي يعد من قبل مدريتكم وللأخ العزيز المراسل كريم ستار